السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في القناة. اهلا لو انت لسه جديد معينا اتفضل اشترك. فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك. وطبعا بشكر كل اللي موجودين معي في القناة. كل اللي لسه كمان مشتركين معي في القناة. بشكرهم كلهم وعلى التعليقات الحلوة والاجابية. اه معينا النهاردة هنقول مع بعض القراءة العاطفية لبرج الكوس. اهلا وسهلا برج الكوس. اه الكلام هيكون عن برج الكوس هو برج ناري. اه قلبه طيب دحكته جميلة. دمه خفيف. زكي. اه حظه حاله. وشه جميل. بيوت قلبي كده على طول اول ما تشوفه عشان كده محبوب من كل الناس. اه علاقته ممتازة جدا. اه في الحب بيحب بجد ومخلص. ولما بقى بيسيب حد او حد بيسيبه. تجاوز الازمة بسرعة غريبة وبيكمل وبيعيش حياته عادي. يعني ممكن تلاقي كده يعني مثالها دولك واحدة مثلا من برج الكوس. اه رايحة مشوار اه يعني بعيدة عنوك وكلكو. يعني مسلا طلق. نيراحات هي وجوزها يتطلق. ممكن تلاقيها وهي راجعة من المشوار ده. المؤسف. بتشتري سناكس حاجات حلوة. اكل. ولما تقول صحابها على الخبر ده بتكون عادية جدا. يعني ممكن كمان تلاقوا صحابها زعلانين اكتر منها. ده مش برود مشاعر منها او عندها بس هما فعلا قلبهم طيب وما والتصرف ده بيكون بالذك لو العلاقة كانت فشلة بجد يعني ما كانش في فيها فايدة. فهو مولود برج الكوس بيحس ان هو بالشكل ده ان هو ارتاح. لكن لو حب وحصل اي مشكلة في العلاقة بيكون متضايق جدا. بس برضو بيتجاوز المشكلة ويكمل رغم انه من وقت للتاني بيفتكر العلاقة اللي كان مرتاح ومبتوط فيها وبيزعل يعني. آآ برضو في حاجة تاني ان هو لو تأكد ان الصرف تاني آآ مش مش عايز يكمل معاه. آآ بيسيب برضو عادي وبيكمل. وعلى فكر عشان كده ربنا بيبعث له دايما الاحسن آآ لانه بيسلمها لله. يعني هي دي نظرته انه بيسلمها لله. بس لو متأكد ان الصرف التاني بيحبه حتى لو سايبين بعض بيفضل وراه لحد ما يرجعه ليه تاني. آآ قلنا برضو في الاول ان هو حظه حال. آآ وكنت ذكرتها في توقعات العام الخاصة ببرج الكوز في السنة ديت. آآ هذكرها تاني ان الحظ ده مش خاص به لوحده. آآ هو مؤثر في كل حد مصيره مرتبط به. يعني لو آآ مراته او جزهة. يعني لو آآ برج الكوز انسة يبقى جزهة اولادها. فالحظ ده آآ اخواتها اهلها كده. كل اللي مصيره مرتبط بحياة آآ برج الكوز برضو هينبهم من الحظ جانب يعني. ندخل على القراءة والتوقعات آآ برج الكوز من دلوقتي والمنتصف شهر آآ شايف آآ ان وضعه الحالي هو زعلان جدا. برج الكوز زعلان متضايق. في انتواء منطوي. يعني شايفاك الفترة دي عايش في مشاكل آآ عائلية بالاكتر. يعني اكتر من من العاطفية في مشاكل عائلية. وفي مشاكل العاطفية. يعني في الاول عايز اقول ان الطاقة الغالبة على على القراءة من الابراج الموجودة او المحيطة ببرج الكوز. هنقول ان فيه صور. اسد. حمل. يعني فيه ابراج ترابية وابراج اه وابراج نارية. بس هلالارجح هي الابراج اللي انا ذكرتها. آآ وهنعرف دلوقتي اه لو فيه رجوع هيكون بين مين ومين من الابراب دي. يعني الكوز ومين? وفيه كمان حوت على فكرة يعني. بينهم انفصال بس فيه بعدها رجوع وتوافق. فيه حنين بينكم وبين بعض. فيه مجموعة منكم الطرف التاني او اللي بتفكروا فيه يعني مشغول بنفسه يعني. يعني مش بيفكر في الوقت الحالي غير في حياته شغله. آآ لكن مش آآ مش بيفكر ارتباط. نفس الوقت هو ما فيش حد تاني. يعني مش شايفة في العلاقة اي حد تاني. يعني ما عندوش واحدة تانية. او لو هي ما عندهاش واحد تاني. لكن الوضع العاطفي اللي غالب على القراءة هو افتراك وبعد. ما فيش كلام. برج الكوس محتر. في عندو حيرة ما خدش قرار بانهاء العلاقة. يعني في عندو حيرة بخصوص علاقة. وهو مش عارف ياخد القرار يعني ينهيها تماما او يستنى او يستمر. يعني رغم البعض هو مستني الطرف التاني يرجع. شايفة كمان في منكم مش من الطرف التاني انتو يعني زي كنوا شفتوا خزلان. خزلان ده انت اللي تعرضت له يعني يعني اتخزلت من حد من الطرف التاني. وده برج الكوس هو اللي انهل العلاقة. اه في منهم انهل علاقة تماما يعني بلوك بلوك يعني انا سفين تقفل كل حاجة. في اطراف كمان بعدة. في اطراف بعدة خالص. آآ ممكن يكون في اطراف مع برج الكوس. آآ يعني لو في علاقة كمان بتضيب برج الابراج الترابية او برج ستور. آآ يكون الطرف ده سافر. يعني سافر اصلا ومش موجود. المهم ان مفيش في الكراءة اي اطراف دخيلة. يعني مفيش في الكراءة اطراف تانية دخلت في الموضوع او او خيانة يعني او كده او تكون يعني انثل برج الكوس عندها طرف تاني او او رجل برج الكوس عنده. لا ولا الطرف التاني اللي هو المشكلة معي يعني. ممكن بس شايفة الاسباب الواضحة معي ان هي يعني كانت عبارة عن زي برود مشاعر. آآ سوق فهم. او تحليل مسبق للمواقف آآ بدون اي دليل سواء منك او من الطرف التاني. آآ في منكم العلاقة نفسها اكتشف ان هي آآ ما كانتش جدية. يعني اكتشف ان الطرف التاني ما كانش يعني ما كانش عايز يعمل علاقة حقيقية. يعني كأن حد آآ بيتسلى بيتكلم كده وخلاص عايز يتكلم وبرج الكوس اكتشف ده. اكتشف ده وفضل ان هو يبعد. وده صح على فكرة يعني. انت حسيت ان هو بيلعب مش عايز ياخد اي خطوة. يعني هو ده الغالب هنا كده. ان هو بيلعب مش عايز ياخد اي خطوة بجد آآ آآ بس فيه تعب كتير. تعب 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 عند برج الكوس تعب كتير جدا يعني عايزك يا برج الكوس تركز في حياتك زي عدتك يعني آآ وعايز اقول كمان ان هي قراءة وقتية. يعني قراءة وقتية مش آآ ان شاء الله نعمل قراءة تانية قريب آآ وتكون الطاقة فيها دي تغيرت. بالنسبة للرجوع بقى في رجوع هيكون بينك وبين الاسد لو الشريك اسد بس هيكون بتعب يعني هياخد هياخد وقت ده في حالة لو الشريك اسد وقلنا برضو موجود برضو هنا لو الشريك آآ حوت. بس في الاسد ممكن تطول شوية. آآ لو الشريك حوت دي لاني شايفة في تفكير فيك من برج الحوت. في تفكير تفكير كتير يعني او برج مائي. بس الغالب قدامي حوت. آآ مهمة انا مش عايزاكو الكنوز علانين. لان الطاقة بتاعتكو مليانة زعل من كل حاجة. حاسين موضوع مش عاطفي بس انتو حاسين بالظلم. حاسين بالظلم حتى من قرب الناس ليكو. آآ حاول يعني النصيحة بتاعتك يعني تحاول ان انت آآ تبعد عن اي حاجة بتضايقك. ولو الحاجة او الحد اللي بيضايقك هو حد ما ينفعش ان انت تبعد عنه. يعني حد قريب او اهل او كده تجاهل. يعني ممكن تبعد بس في تفكيرك. تبعد بردود افعالك. يعني مش شرط تبعد كلك على بعضك. يعني وانا ان شاء الله قريب هن حاول نعمل الكراءة تانية آآ عاطفية برضو لبرج الكوس. آآ ونعرف بيها الاحوال اللي راحت لي فين وتغييرت لي فين. بالنسبة اللي عذاب او اللي مش مرتبطين خالص. آآ في ارتباط قريب. آآ الحز موجود لكل البرج عموما. بس الكراءة فتحت على الوضع الموجود حاليا. بس في حظ موجود لكل البرج آآ في آآ كوضع عام يعني. وآآ وفي تقدم وتحسن في كل حاجة. آآ مش عايزين يأس او او زال. آآ دايما نكون مواصقين في ربنا ان هو بيخبلنا خير. لان انا شايف حتى العلاقات اللي هتتغير. ان مش هيكون فيها رجوع. هو في حاجة تانية احسن وافضل. فبلايش نبص ورانا. اللي جاي احسن بكتير. في حاجة احسن وافضل بكتير. آآ هو ده اللي نركز فيه. آآ بيبقى فيه تعب شوية بيبقى فيه شوية حزن. بس همش عايزينه للدربة اللي هي تأثر فينا وفي حياتنا او في مصيرنا. لان فعلا الحزن او الطاقة السلبية بيأثر في مصير الحد ممكن تغير مصيرك كله بسبب افكارك وسبب انا شايف حزن كتير وزعل وتعب. آآ رغم ان ببشرك يعني بان الجاي حلوي جدا. جاي كويس. حتى على مستوى الحياة العاطفية الجاي ممتاز. فتفائل كده خير. آآ واطلع من حالة الحزن والتعب والاكتئاب دي. آآ واستنوني قريب ان شاء الله في قراءة تانية. آآ واسبكو في القراءة ديت. يا رب تكون عجباتكو. عرفوني في التعليقات آآ لاي نسبة وصلة الكراءة يعني صح بنسبة قد ايه? غلط بنسبة قد ايه? هستنى تعليقات بشوفها كلها. آآ